اشتركوا في القناة تغير النهج بأسلوب تعاطي البلدة يعني السيدات بيقول أنه بيتعاطوا بطريقة مختلفة مع الأمور صحيح بيتعاطوا لأنه في عندهم حنية أكتر نعم وبيتعاطوا بطولة بال أكتر وعنده النفس ما بيخلص فمن هكي ناجحين ببلديتنا والحمد لله وبتمنى للبلديات الجاية تكون هي قدوة ونبلش نشوف سيدات بها طبعا ضروري مش تمنى هذا ضروري يكون في سيدات أكتر بكل المجالس البلدية كفرنا برحبت تشوف فينا نقول ضيعة مساحية 10400 تعتبرت أني أكبر ضيعة مساحة بحد 11 ضيعة كمانا هاي الشي بميزة 12 ألف نسمة 8000 تقريبا مقيمين بشكل دائم مساحية والروز نص بنص المجلس البلدي 15 عضو كمانا من الاثنين فالبميزة بتبعد عن بيروت 45 كيلو تقع بين دائر القمر معاصر بيت الدين كفرنا برا يعني منا بعيدة ومنطقة سياحية بانتياز ترقات صارت ترقات جميلة جدا وسهلة وحد يوصلها كنا عم نستقبلك اليوم لنحكي شوي عن الحملة يلي بدأتوها يلي هي كمشة دفا بتحكينا عنا شوي أنت خاصة أنه بلشت أصلا بالعمل الإنساني قبل العمل البلدي صحي يمكن هيدا الشي شوي بميزني عن رؤسة البلديات مثل ما كنت عباحكي أنا وياك أنه دائما دائما جفصل شغلة البلدية يعني بتشتغل بالحجر بالعمار بالحطام بالأرض أرسفة وشو هيدا الجبل تجبل في تورا أرسفة ووزفتي صحيح فأنا لأ جيت من جمعي اللي اسمها هيئة سيدات إنماء كفرنا برخ 23 سنة عمل إنمائي بامتياز هي لخدمة الناس بعدني بنفس النفس بعدني بشتغل للإنسان ولا مرة فكرت بالأرض أو بالحجر قبل الإنسان فيمكن هيدا الشي شوي عاطينا أكتر الضيعة حاضنطنا أكتر وحاضنين الضيعة من هون إجت حملة كم شدافة اللي هو المنظم تبعها خليل مردس يمكن هو كم أنا بيشتغل بالأم تي في فكتير حبيت الفكرة لأنها بتساعد أكتر قدر ممكن من الناس نحن هاي الحملة بنعملها من زمان بس بنعملها عصائي ضايعة عودنا الناس ممنوع تضبوا تيابكم من سنة إلى سنة يمكن نحطهم بالشنة يمكن ننسيهم يمكن لا شتوية بيطرعه فنحن ممنوع خلصوا هاي الجيل يعني ممنوع يعيش يلبس انت جاهي زيتا ففي ناس بحاجة إلى ونحن هاي الحملة طعنا باللبناني فقط لا غير نعم لللبناني عم نساعد اللبناني بمرحلة أولى لكن هي التركيز هو على التياب الشتوية مش بس التياب يعني اليوم أنا اتفاجأت انه كتير مؤسسات فاتت معنا نحن اشتغلنا عن طاق بلدية نحن 11 بلدية محيطة فينا مع الجمعيات فمبسطة كتير انه حتى مسؤولين يعني من استاذ مروان احمادي من غير ومسؤولين كتار بل شوية بعثوا اشيالا في مؤسسات قدمي تسجل قاع سماني عندي شيخ بسام تفاجأت اكتر من 20 وجاق نحن قدمين على شتي على تلج على بارد فقدموا لنا تدفئة مع حدا تاني كمان تقدم تدفئة كميات كبيرة فكانت مفاجأة قلي دفيات فكتير مؤسسات شاركت في محل قاع سماني قدم 20 سجادة فهي مهمة كتير بتدفي البيت كله مش بس الشخص فهي الحملة اكتر من التياب اشياء فعلا حتى ما زود بدوا يتوزع على بيوت كمان اجا ناس طلبوا يتوزع على اليوم اكتر حتى بهالاوقات الصعبة اللي عم بيحكي نحكى فيهم عن غلى مثلا بالمزوط والبنزين يعني المزوط اليوم اكتر من 220 الف البرميل ما بيهدى 20 يوم يعني اي عائلة خصوصي برد عندنا بيجي تالج نحن نحن 1150 منعلى عن سطح البحر يعني نحن اليوم بالليل عطول من نولع نار لانه برد فكان بالحال اللي ما عنده حرامات جبنا كميات هائلة كمان لنوزع اكتر شي بيتغطى بالحرام اذا ما عنده واحد حطب او مزوط يتدفع لي في كمانة مثل ما فهمت قرطاسية وشنة دراسية يعني كمانة المساعدة تشمل اشياء العلاقة بالمدرسة نحن في مجتمع مدني بيساعدني والسيد اللي معي هي فيروزة من هاي المجتمع المدني اللي اليوم نحن حتى المدرسة الرسمية مش بس قرطاسية كل شي تأمن له حتى جبنا معلمات يعني اتفقنا مع الوزارة ما بننا شي منكن نحن كبلدية بنتحمل مسؤولية والصبايا بتابعوا مع معلمات تقوية للطلاب مع قرطاسية مع اسفادينات مع كل شي بعزو حتى اليوم عم بحكي أنا وياها إذا النقل للماترنال في قدمه رح اتعب جهدي بالبلدية كمان حتى النقل يكون مأمن مجانا كمان المدرسة الرسمية لازم ندعمها لأنه بعد شوية ولا حدا رح فيروحها مدرسة خاصة بهالوضع الصعب بالبلد اللي عم نعيشه كنت عم تحكي عن التركيز المساعدة لللبنانية ومثل كأنه اليوم بالوضع اللي عايشينه وبيوجود نسبة كتير كبيرة من الأجانب الموجودين مثل كأنه عايب نساعد بس لبنانية أو politically incorrect ما نساعد غير اللبنانية بينما في جمعيات عبالة وبتحب تقول أنه لا لازم نساعد كمانا اللبنانية لأنه هن كمانا بحاجة لهالمساعدة كيف كان موقفكم من هذا الشيء؟ أنا اليوم أنا بيخد نساق على ضايعتي أنا اليوم عندي 2400 سوري بضايعتي يعني اللاجئين الموجودين اللاجئين الموجودين 2400 ومبسوطين عندي لأنه حضنطهم مثلهم مثل اللبناني ونفس اللي بتنطبق على ابن الضايعة بتنطبق عليهم حتى المعاملة زبالتهم من لما ببلاش ميوتهم ببلاش لم ناخدهم ثقافات ولا شيء بينما هيدا عبق على اللبناني مفروض علي بدو يعمله في محل ما سوريا مرتاح أكتر منه مرتاح لأنه ما عنده مأمن له عاب يشتغلوا رجالهم محل رجالنا محل أولادنا الشغل اللي هني بيشتغلوا أولادنا للأسف كمان نحن فسحنا مجال نوصل لهم لأنه كمان بلاهم ما فينا في محل ما أنا اليوم دايما دايما بركض أنه اللبناني يكون معي يعني بلشنا بحملة الزبالي أنا أول وحدة بلشت لم لحسسن ما في شي عاي في عمل لم وصخنا أربعة طون الزبالي عنا يوميا فمشك لي فالسوري مرتاح مع بيدفع شي بينما اللبناني الاشتراك بدو يدفعوا الدولي بدو يدفعوا الماي مرتين كل شي للأسف نحن عنا واجع أكتر منه بكتير بكتير فنحن بحاجة لمساعدة أكتر منه رغم أنه من يوم من وجدنا بالجمعية المستوصف مفتوح ليل النهار حتى للسوريين سوريا ما مناخد منه لليرا اللبناني مناخد منه كمان مشكلة هي طال بيطة الدولة سوريا رغم أنه الدواء بـ 3000 ليرا الفحصية 8000 وكل الأطباء متوفرين حتى حكم السنين حتى العيون فالسوري لازم يبلاش واللبناني بدو يدفعوا هي مشكلة عندنا بهالبلد كيف يتم اختيار العائلات المحتاجة التي تساعدوها؟ أنا أخذ نسق على ضايعتي منه أنا بالجمعية دايما عندنا نعمل رشارش على الضاعة من في أرامل من في ناس محتاجين من في أولاد عندهم ندوي احتياجات خاصة حتى فعملي ملف كامل عن الضاعة وكل سنة بحسنه هيدا مات هيدا عيش هيدا تحسن هسر معه مساري هيدا فهيد دايما موجودة عندنا بالبلدية وبيلحظة شي طلبوها الصبايا أسألهم ثلاثة يام عبي قسموا الإشياء هيدا شو عايز لأن فيه كمان مواد غدائية للي عندهم أولاد كتير تأمن لهم حصص غدائية كاملة فنحنا أنا حافظتهم كلهم واحد وواحد يعني إذا بدك 8000 ناس سمي بكل بيت بعرف شو فيه فهي بتريح الصبايا اللي عبي يشتغلوا وفتحنا لهم شي جديد بالقليل يفوتوا وحسوا مع الناس يعيشوا الحالي كل حدا إذا أنا مرتاحة مش الكل مرتاحين إذا أنا شبعاني في غيري جوعان فهي هاي كمان صارت الشباب والصبايا عنا بالضايعة جدا من فتحين على هالشغل وعدد يعني قصة اليوم من الساعة 7 الصبح الصبايا تركوا بيوتهم عبي قسموا الأكل والشرب والتيال وين بدت تروح فهي صارت نحنا خلية مثل خليط النحل نشيطة جدا جدا صبايا وشباب ومجتمع مدني في شباب لأنه عم تقولين الصبايا والصبايا يعني في شباب عم بيشاركوكم شوي بس يشوف الشاب اليوم يمكن بوظيفته بعدنا عم نحكي يمكن بتتابعوا ستة البيت أكتر أنا بمكتب بفي تيفي مرار بفضاش دوري تيفي لأحضر شوف ستة البيت بتتابع هاي الأشياء اليوم ستات البيوت تركوا بيوتهم سبعة الصبح بينما تلميذ الجامعة بلي رحها جماعته أو الصباح أو هاي فهي أكتر عبعة ستات البيوت هاي دي الحملو هالحمل كله بس سؤال حول الوضع بتضيعة ولكن بلبنان ككل عم بتحس إنه هالعيال يلي عم بتتابعيها ولما بتتركي نوع من المعلومات حول الناس المحتاجة هالحاجة عم بتزيد أو هي نفسها من الأساس هي هالقدة يعني هل الوضع عم بيتحسن أو عم بيبقى نفسه للأسف ياريت عم بيتحسن ياريت عم نظل نهيزاتها كل سنة عمنا العدد عم بيزيد أكتر من 30% لأنه وضع لبنان للأسف نزول ولا مرة حسينا أنه عم نطلع طلوع أبدا اليوم أنا محل الدولة عم بيشتغل اليوم اللي لازم تعمله الدولة أنا عبونطر بونطر بس الدولة ما عم بترد نعم مضطرة أنا أعمله يعني مضطرة أجيب جرافة لأفتح طرقات نحنا ضيعة منطقة زراعية أكتر مزارعين يعني 60% من أهل الضيعة مزارعين يعني عنا زيتون والتفاح عنا أكتر من 100 ألف شكلة بندورة عنا موسم يعني فمضطارك توقف حد المزارع تفتح له طرقات تأمن له تيفوت على أراضي بس هذا الشيء مش غلط كمين أنه البلدية تقوم بهالإشاء يعني يتكلع حالهم أهل المناطق وبلديتهم يقوموا بأعمالهم أكيد طيب عنا مشكلة نحنا بلبنان دايما نحط العباء غيرنا يعني الحق على الدولي لا مش دايما الحق على الدولي في مطرح ما نحنا رؤسة البلديات نتحمل جزء كبير من هيدا العباء اليوم أنا رئيسة بلدية بس أنا يومية بكل وزارة من وزارة لوزارة عم جيب مشاريع لضايعتي بمئة ألف الدولارات يعني عبشق طرقات عبزفت عم بعمل إقنية زراعية عم بعمل إقنية راي عملت غرفة أوجيرو لتقوية الدي أس أل والإنترنت يمكن أول غرفة بلبنان إن عملت فأصبح فيه كتير دول مانحة بس المهم نحرك يعني أنا أي ملف بيطلبوا مني جاهز وحاضر سيدة ويسام الشامي الغضمين رئيس بلدية كفر نبرخ هلا وسهلا فيك شكرا لها المقابلة شكرا لكم شكرا لكم بحملة كمش الدفع أنا بتمنى تكونوا معنا نهار كمش الدفع عن جد لتشوفوا الفرحة عوجوه الناس لتشوفوا أنا بتمنى تكونوا بهن نهار الأحد معنا شكرا لك مثل ما فيه كتير ناس معنا شكرا لك شكرا لوجودك ناخد بريك ونكمل اللعبة